ساندت القبائل اليمنية الحكومة الشرعية وكانت لها دورا مهما وبارزا في استعادة الدولة المنهوبة من ميليشيا الانقلاب ووقفت بجانب الجيش الوطني وشاركت في تحرير الكثير من المناطق اليمنية التي كانت تحت سيطرة الانقلابين لم تستسلم القبائل اليمنية للمخططات التي سعى اليه المخلوع في محاولة يائسة منه إلى استمالتها رفضت الانقلاب منذ الوهلة الأولى ووحدت القبائل اليمنية صفوفها ووقفت أمام المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن فكانت حجر عثرة أمام المخلوع الذي حاول مرات كثيرة من اللاعب بالنار فخابت كل ظنونه التي كان يأمل بأن تكون القبائل في صفه فتكشفت تلك المخططات الرامية إلى شق الصفوف قبائل ستستنفر وستقوم بالوقوف أعظم مما كانت إليها في السابق وتحرير اليمن وكل شبر في أرض الوطن بات قريب جدا أير الكثير أن القبيلة ستلعب أدوارا بارزة خلال الفترة القادمة التي ستكون عاملا مهما في مساندة الجيش الوطني استعادة الشرعية واستكمال ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها الميليشية وستسهم أيضا مع كل فئات المجتمع في التنمية والمشاركة في دولة اتحادية قوية أساسها العدل والمساوى ونبدو العنف والتطرف دور القبائل سيكون دور فاعل إن شاء الله وسيكون دور حاسم بإذن الله وندعو الجميع فعلا أن يشمروا ويحثوا الهمم حتى نخلص بلدنا من شر الحوثيين وفارس جميع القبائل اليمنية أعلنت في لقائها الأخير مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض بأنها ستكون صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد في مساندة الشرعية واستعادة الدولة المنهوبة مؤكدة رفضها المطلق لكل التدخلات الإيرانية في اليمن وستواصل نضالها مع الشرعية لاستعادة كل المناطق اليمنية عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني